ننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط اجتماع دولي إقليمي يدعو إلى وقف إطلاق النار في سوريا رحب اجتماع دولي إقليمي عقد في العاصمة الأردنية عمان بتسهيل السلطات السورية وصول المساعدات الأممية عبر الحدود من خلال معبري باب السلام والراعي ودعا إلى وقف إطلاق النار في عموم سوريا وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان للمتحدث باسمها يوم الخميس أن ممثلين للحكومات من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وفرنسا وألمانيا والأردن والنرويج وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ناقشوا الوضع الحالي في سوريا في عقاب الزلزال الذي ضرب البلاد وجاء في بيان مشترك عن الدول المشاركة في الاجتماع لقد أعربنا عن خالص التعازي في الدمار الهائل وخسائر الأرواح بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من فبراير شباط وكذلك عن التزامنا الثابت بالتخفيف من معاناة المتضردين منه لقد شجعنا المجتمع الدولي على توفير المساعدات الإنسانية بما في ذلك من خلال الاستجابة الطارئة ومشروعات التعافي المبكر للسوريين المحتاجين كافة خصوصا الموجودين منهم في أكثر المناطق تضررا ورحب المشاركون في الاجتماع بنتائج مؤتمر المانحين في بروكسل في العشرين من مارس آذار 2023 لدعم الشعبين التركي والسوري